اهلا بكم مشاهدين الكرام ننتقل بكم الى اطلال على دولة الكويت الشقيقة احد دول مجلسة عون الخليجي والتي تربطها بمصر علاقات تاريخية وثيقة تقع الكويت في الشرق الاوسط من جنوب غرب اسيا تحديدا في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق ويحدها من الشمال والغرب العراق وجنوب السعودية تبلغ مساحة الكويت الاجمالية حوالي 17.818 كيلو متر مربع ويبلغ عدد سكانها الى ما يقرب من 4 ملايين نسمة منذ اوائل القرن السابع عشر كانت تعرف بالكوت ثم تغيير الاسم لتعرف بالكويت تسمية الكويت هي تصغير للكوت ويعني القلع او الحصن منذ تأسيسها كان اهلها يمتهنون الغوص على اللؤلؤ وتجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية في عام 1716 اتفق اهالي الكويت انذاك على ان يتولى الصباح الاول الرئاسة والشؤون الحكمة وفي عهد الشيخ مبارك الصباح وقعت الكويت اتفاقية الحماية البريطانية في عام 1899 وفي 19 يونيو لعام 1961 الغيت المعاهدة او معاهدة الحماية البريطانية وتم اعلان استقلال دولة الكويت تعتبر الكويت امارة وراثية يحكمها امير من ذرية الشيخ مبارك الصباح ونظام الحكم هو ملكي دستوري تتميز بنظام برلماني متمثل بمجلس الامة كما تشاهدون الذي يمثل السلطة التشرعية وتشير المادة السادسة من الدستور ان نظام الحكم في الكويت هو نظام ديمقراطية واستيادة فيه للامة وهي مصدر السلطات جميعا في عام 1937 تم اكتشاف اول بئر نفط وهو بئر بحر الا ان النفط لم يصدر بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وفي الثاني من اغسطس لعام 1990 غزت العراق الكويت على خلفية اتهام الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة تعد الكويت من اهم منتج ومصدر النفط في العالم فتنتلك خامس اكبر احتياطي نفطي في العالم ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 87% من العائدات وتصدير و80% من الارادات الحكومية اذا مشاهدين كانت هذه نبذة عن دولة الكويت شكرا لطيب المتابعة الى اللقاء